أكد الرئيس سيسيا على أنه منذ أن دعا إلى الحوار الوطني وهو يتابع باهتماما بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه وشدد الرئيس سيسيا على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية مؤكدا أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخراجات التي ينتظرها من الحوار الوطني وعلى مدار عام مدى ومنذ أن دعاوت إلى الحوار الوطني فقد تبعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخراجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري اشتركوا في القناة